قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليستروس إن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراء أحادي الجانب من شأنه تعليق عمليات الفحص الجمهوري للبضائع الموجهة إلى إرلندا الشمالية تروس وفي تصريحات نقالتها لصحيفة تيليغراف لم تستبعد لجوء لندن لاستخدام بونودي المادة السادسة عشر من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تقضي بحق بريطانيا وقف تنفيذ أجزاء من البروتوكول الذي يحكم التجارة مع إرلندا الشمالية في حال وجود مشاكل عملية كبيرة أو تحويل التجارة